أهم سبع علامات تدل على أنك تعاني من نقص شديد بفيتامين دال إذا لاحظت بعض من هذه العلامات لديك فأنت بحاجة لمراجعة الطبيب ومعايرة فيتامين دال والتصرف فورا فيتامين دال هو فيتامين فريد من نوعه ويعمل كهرمون وليس كفيتامين فقط علامات نقص فيتامين دال دقيقة جدا وممكن ما يلاحظها المريض حتى تحدث ضرر حقيقي بجسمه لذلك يجب الانتباه لهالعلامات اللي بتشير لنقص فيتامين دال أولا ضعف وهشاشة العظام وألم في الظهر والمفاصل والركبتين ففيتامين دال يساعد على امتصاص الجسم للكالسيوم لذلك قد يشير هذا الألم لانخفاض بمستوى فيتامين دال في الجسم وخاصة بعد سن الخمسين كما أن هناك علاقة بين انخفاض مستوى فيتامين دال وهشاشة العظام ثانيا الشعور دائما بالتعب والصداع والتعرض المتكرر للمرض فهناك علاقة بين نقص فيتامين دال والتهابات الجهاز التنفسي والصداع والتعب لذلك معاير فيتامين دال في هذه الحالات هام جدا وعلاج النقص يجعل الصداع والتعب وتكرر الإصابة بالمرض من الماضي ثالثا تساقط الشعر والإصابات الجلدية فتساقط الشعر سبب نقص الحديد أو الزينك أو التوتر والضغط النفسي أو الوراثة ويمكن أن نجد تساقط شعر شديد خاصة عند النساء والأطفال في حال وجود نقص بمستوى فيتامين دال إضافة لذلك فانخفاض مستوى فيتامين دال بالدم له تأثير سلبي على مناعة الجسم وظهور أعراض حساسية أنف وبسبب نقص فيتامين دال ممكن تبدأ خلايا الجلد بإنتاج المزيد من الزيوت وهذا بيأدي لانسداد المسام وظهور حب الشباب أو ما يسمى بالعد وعند بعض الأشخاص ظهور مرض الصدفية فبتغطي طبقة سميكة من خلايا الجلد الجافة بعض أجزاء الجسم وبكثير من الحالات بتتحسن حالة المريض اللي بيعاني من الصدفية مع تحسن مستوى فيتامين دال بالدم رابعا الألم العضلي المزمن واللي أسبابه كثيرة وقد يكون نقص فيتامين دال أحد هذه الأسباب فمستقبلات فيتامين دال موجودة بالخلايا العصبية المسؤولة عن الشعور بالألم لذلك كل ما قل فيتامين دال بالجسم بيشعر المريض بألم أكبر خامسا الاكتئاب فبالإضافة لعوامل عديدة بتسبب الاكتئاب نجد أنه نقص فيتامين دال بيأدي لحدوث اكتئاب وخاصة عند كبار السن وعند معايرته وعلاجه لفترة محددة وبجرعة محددة منلاحظ تحسن كبير بحالة المريض سادسا التئام الجروح بطيء جدا الشخص اللي عنده فيتامين دال بالدم منخفض بيكون التئام جرحه بطيء جدا لأنه فيتامين دال يعزز إنتاج مركبات هامة خاصة لعملية التئام الجروح وهالمركبات مسؤولة بشكل أساسي عن تكوين جلد جديد سابعا السمنة والوزن الزائد واللي بتشير إلى أنه فيتامين دال تحت المستوى الطبيعي لذلك عند تحسن فيتامين دال بالجسم بيكون الجسم قادر على اتباع حمية أو دايت أو برنامج غزائي صحي وبيكون نزول الوزن أسهل والأشخاص اللي بيكونوا فيتامين دال عندهم منخفض بيكون من السهل أنه يكسبوا وزن أو يدخلوا به حالة سمنة أو بدانة إذا كنت تعاني من نقص فيتامين دال فممكن يؤدي هالنقص لمشاكل خطيرة بما في ذلك لين العظام والكساح عند الأطفال وتشوه العظام عند البالغين إضافة لإصابة بسرطان البروستات والقولون والثدي لا سمح الله وممكن يسبب نقصه أمراض قلبه أوعي دموية واضطرابات عصبية وعضلية ومرض السكري وأمراض المناعة الذاتية لذلك إذا كنت تظن أنك تعاني من انقفاض مستوى فيتامين دال راجع الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة بأقرب وقت ممكن وإذا حبيت تعرف أكثر عن مصادر فيتامين دال وأعراض نقصه والعلاج بإمكانك وشاهد فيديو عملته من فترة والرابط موجود بالوصف كنت معكم أنا الدكتور نوار علي محبتي الكبير ألقاكم بخير بإحصال الله ورعايته اشتركوا في القناة